اشتركوا في القناة امرت السلطات بتكريمها في يوم خاص بها يوم المرأة الاماراتية الذي يصادف الثامنة والعشرين من اغسطس كل عام نماذج مشاركة المرأة الاماراتية لا تعد ولا تحصى وفي مجالات متنوعة ليس اقلها العمل العسكري تم تنسيبي لكلية خارجية بريطانية هي دورة لتأسيس وتأهيل الضباط كلية ملكية البريطانية ساندهيرست وهذا فخر جدا كبير لي كوني اول اماراتية تخرج من هذه الكلية كلي فخر واعتزاز بهذا اليوم ان هذا اليوم تكريم للمرأة تكريم للمرأة الاماراتية لبنت الامارات اليوم ومن جهة اخرى اثبتت المهندسة وفاء الحمادي نجاحها من بين 400 متسابق باختيار تصميمها لبطاقة الهوية الرسمية لدولة الامارات ووفاء الحمادي هي ايضا اول خارجية تحصل على عضوية الجمعية الملكية للمساحين في المملكة المتحدة طبعا المرأة في الامارات اليوم وصلت لأعلى المناصب ودخلت في كل المجالات وهذا بدعم من الحكومة فتحت المجالات لها في كل التخصصات وعطتها الفرصة انها تواجه التحديات وتثبت وجودها صرنا اليوم مثال نموذج للعالم في ما وصلت ليه المرأة الاماراتية اليوم في جميع المجالات اما عائشة الزعابي فقد تحدت اعاقتها وترشحت في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي الحالية لتشارك في ميناء المجتمع من قاعة البرلمان من اهم اهدافي هي تمكين المرأة المعاقة ذات الاعاقة من تحقيق اهدافها تحقيق طموحاتها ايضا مساواتها كباقي الافراد المجتمع امكانية الوصول الى مطالبها وحقوقها يوم المرأة الاماراتية ربما يكون نقطة اطلاق لجميع نساء الوطن العربي في مسيرة تقدم المرأة وتمكينها فهي الام المربية والعاملة في الوقت ذاته المرأة في دول الخليج وتحديد في دولة الامارات من خلال مشاركتها العديد من المجالات المهنية والان اثبتت قدرتها على ادارة المناصب القيادية ومشاركة الرجل في المحافل المحلية والدولية مريم الشانس اسكانيز عربية ابو ظبي